اشتركوا في القناة اي نقص لأي فيتامينز مهمة خلونا نتكلم في تفاصيل اكتر في الموضوع ده مع دفتنا اللي منورانا النهاردة دكتورة دينة ابو سعودة المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرينز اللي بناس عاد دايما بوجودها معنا في عشر الصبح في الاهلي صباح الفول صباح الخير جديك يا جريم الحمد لله كل حل والحمد لله احسن صحة و احسن حل احسن صحة للمرأة خلي دا كون مدخلنا المرأة طبعا احنا مش محتاجين نتكلم عن اهمية دورها في حياتنا وبالتالي اهمية ان هي تعرف تحافظ ازاي على جسمها من اوجه الضعف المختلفة تصور في فيتامينز معينة فاحنا متعشمين فيك بقى خير النهار هو فعلا المرأة لها دور كبير في المجتمع وهي اللي بتربي الاجيال يعني هي اللي بتطلع دكتورة مهانسين اعلاميين فمهم جدا جدا تحافظ على صحاتها لان احنا محتاجين صحاتها طبعا طبعا طيب عمت عمل دراسات يا كريم عن اسباب وفاة او اسباب الوفيات للمرأة اول حاجة المرأة بتموت من امراض القلب دي اول حاجة امراض القلب وما يليها بقى من ضغط والكلام ده كله تاني حاجة السرطانات بانوحها سرطان الثادي سرطان الرحم سرطان اي نوع سرطان تالت حاجة في الدراسات قالوا ان المرأة بتموت من اسباب رئوية او امراض رئوية رابع حاجة من الزهائر دي اسباب وفيات الاي ست اشهر الامراض اول حاجة مرض الغضة الدرقية اكتر من 70% او 60% من الستات بتعاني من قصور في الغضة الدرقية دي اول حاجة وده ممكن يقدل للوفاة دكتور دينا لا دي اشهر الامراض اه امراض عمور اه اشهر الامراض اسباب الوفيات زي ما احنا قلنا سرطانات الزهايمر والامراض القلب والضغط اشهر الامراض امراض الغضة الدرقية مش بتموت هي دي اشهر الامراض للستات تاني حاجة الصداع النصفي والصداع عمتن تالت حاجة القولون والمشاكل الهضمية وما يتتباحها رابع حاجة الالتهابات النسائية برضو امراض شائعة جدا خامس حاجة مشاكل الظهر والعميط الفقري وهشاشة العظمية دي اشهر الامراض بتسبب الوفيات طيب ازاي الستة تقدر تعيش حياة صحية ازاي الستة تقدر تعيش حياة جيدة وتقلل من الامراض ونخليها تبعد شوية عن الامراض لازم تركز في تلات حاجات اول حاجة واهم حاجة يمكن انت هتستغرب الاسترس ده اهم حاجة لان احنا كستات عاطفيين اي حاجة صغيرة تأثر فينا ده دورنا كازواج ما هي دي المشكلة يعني انا بقول اي راجل يخلي باله على الستة المعاين الستة الموت بتاعها بيحصلها موت سوينجز يعني بيحصلها تغيرات هرمونية في كذا فترة في حياتها في الحمل بيحصلها تغيرات هرمونية ما بعد الحمل ما بعد الحمل واللي بيقول عليه سن اليأس هو مش مالوش اسم ده خالص انا بنتكلم على حلقة تانية عن قصة سن اليأس الكلمة دي مرفوضة تماما هي بيحصل لها تغيرات هرمونية معينة هنبقى نتكلم عليها في حلقة تانية عشان دي مش حلقتنا فكل وقت هي بيحصل لها تغيرات هرمونية وكمان هي عاطفية وحساسة اكتر من رابع هنتكلم عن السترس هنتكلم عن الهرمونات هنتكلم عن الفيتاميرات والمعادة التلاتة دول اتزبطوا مع اي ست هتعرف تعيش حياة كويسة ليه هبدأ في السترس لان السترس هو اللي بيلغبط لي كل هرموناتي هرمونات جسمي كلها بتتلغبط يعني استرس استرس هي هو استجابة الجسم اللي هو مؤثر ضغط من برة اول ما يحصل استرس الجسم او المخ بيدي اشارة للغضة الكذرية انها تفرز كورتزون على طول دي المصيبة السودة ان الكورتزون يعلى المفهوض ان الكورتزون ربنا خلقه بالملي عالي زيادة زيادة هيبوز لجسمي كل طب اول ما الكورتزون بيعلى مع اي ست بيحصل ايه اولا ضربات قلب عالية جدا ثانيا الضغط المرتفع لان طبيعي ان ضغط يرتفع عشان يوصل اكسجين في كل حتة في جسمي لان السترس انت خلاص حطيت جسمك اي انت حطيتي جسمك في حالة استرس وحالة ألرت اكن مثلا اسد جاي يجري وراكي اكن حد جاي بسكينة مثلا يموتك اللي هو اللي بدرجات هو الاسترس الاميجدانة اللي في المخ بتشوف صور مالوش علاقة الاسترس ده مثلا انت متخنق مع صاحبتك هو الاسترس بيطلع الكورتزون سواء حاجة كبيرة او حاجة قليلة اول ما الكورتزون يعلى زي ما انا قلت والادرينالين هيعلى هيحصل ضغط هيحصل ضربات قلب نحاجان طول الوقت وانتي ما بتجريش ده هو ده اللي بيحصل كمان بتلاقي انسترس بتلاقي عايزة تاخد سكر كتير لان هي عايزة سكر للدم ان يديها طاقة بيعمل كمان الكورتزون مشاكل انه بيحبس السوديوم السوديوم مهم جدا للمخ فونس ان السوديوم اتحبس اللي هو الملح بيحصل ان الجسمي بيعبي ميا بيحصل كمان في الضغط العصبي ان الكورتزون بيبتدي يسحب الدم من الهضم مش وقت اكل وانس ان الدم تسحب من الجهاز الهضمي والمعدة زي ما انا قلت قبل كده معاك يا كريم الدنيا كلها بتتلغبط حمض المعدة بتلغبط بنوصل لارتشاح بنوصل لتسريب في الامعاء بيحصل قولون وبيحصل امساك دي اول حاجة بتتضرب اللي هو الجهاز الهضمي ايه تاني بيتضرب عندي السكر بيعلى الانسولين يعلى مدام السكر علي لازم الانسولين يعلى فبيحصل مقاومة الانسولين وبيحصل سكر عشان كده يقولك ايه اصلا جالي اصلا جالي سكر عصبي مش مش حاجة تفرق يعني لو ايه اصلا جالي سكر عصبي دي حاجة خطر ده مؤشر ان السترس بوزلك مقاومة الانسولين وبتجهد البانكرياس جدا بيحصل كمان عشان عايزة تقى زيادة ببتدي اسحب الهورمونات من البروتينز من الخلايا وانس ان البروتين تسحب هيحصل لي وهن عضلي يعني ده خرب من كل شعري هيبتدي يقع لان شعري دعوه براتين شعري هيبتدي يقع كل ده من السترس مش بس كده عندي كمان غير الجهاز الهضمي عندي انه بيضرب عندي الجهاز التانسولي للست يعني ايه بيضرب الجهاز التانسولي وانس ان الكورتيزون عالي خلاص انت كده او هي كده بوضت الاستروجين والبروجسترون هرمونات القنوسة عندها هيحصل ايه تأخر في البروت في الدورة بتاعتها هيحصل مشاكل مع الدورة واجع شديد هيحصل بوليسيستيك اوفري او تكيوسات المبايد يعني هيحصل تأخر في الحمل كل ده من الكورتيزون خلصنا جهاز التانسولي بيخش على الغدد الصماء كل ده كورتيزون عشان كده بقول كل ده من الاسترس بس يا نها ربي بس يمكن كان فيه دكتور بيقول ان سبب اي مرض عضوي مرض نفسي الاسترس يمكن حتى بتشوف ان كان فيه عالم بيقولك مش السكر اللي بيموت مش الضغط اللي بيموت مش السرطان اللي بيموت اللي بيموت الاسترس لان هو اللي بيجيب كل الحاجات دي طبعا عندي كمان ان الكورتيزون بيعمل بلاوي انت عندك ان هو بيخش على الغدد الصماء بيضرب في الفيرويد جلاند بيأثر على هرمونات الغدد الدرقية فالأي ده عندي بيبوز بدخن بيجي لي اكتئاب كل ده من الاسترس ده ليك حق تبتدي بالاسترس فعلا فده مهم جدا لا مهم جدا ان انا قبل ما هتكلم عن الفيتامينات والمعادن هزبط الاسترس بتاعي ان انا لو جالي استرس احاول ان انا اصبت المونتر للعاطفة بتاعتي ولعب رياضة كويس جدا جدا لان الرياضة هو العدو الاول للكورتيزون وامتنع عن السكريات اقلل السكريات بقى اي عنوحها اللي منشربه يعني انت بتلاقي مثلا اي عنوحها بتشرب نسكة كافي الصبح اي عنوحها بتلاقي بتاخد عشر معلق السكر ده مشروبات غزية في النص لا بلاش المشروبات الغزية دي خالص لا ما انا بكلم من ذا بجملت بقى والحلويات يعني مثلا تبقى في عزومة بتبقى هاري نفسك اكل ومثبت كل الحاجات دي للجسم وخلايا حرة بتعمل اكسادة وبتعمل بلاوي هنلسى نخش في الحلو يمكن كمان عملوا دراسها يعني هطلع من برا القصة دي تعمل دراس على اليابانيين يا كريم لقوا مين اكتر شعب اسكى شعب في العالم اليابان مين اكتر شعب ما بجلوش تراطنات اليابانيين مين اكتر شعب محافظة على جسمه عملك تشوفه في ياباني تخين اليابانين المطاقن هناك في اليابان ما عندهمش حلو الحلو عندهم فاكهة فالغزاء السليم العقل السليم في الغزاء السليم جسمك سليم تاكل صح يبقى احنا كده اول حاجة لازم نصبطها السترس عشان ما يحصلناش مشاكل في جهاز التناسولي ما يحصلناش مشاكل في الاندوكرين سيستم البرودكتف سيستم بعد كده بقى نبتدي نتكلم على الامعاء سوري على الفيتامينز ليه بقول امعاء لان اهم حاجة عندي المعدة المعدة شغالة الامعاء شغالة المايكرو بايوم اللي هو البكتيريا النورمال فلول البكتيريا الصحيحة موجودة يبقى كده لما يبتدي اخد سابلمنت هتمتص عشان كده بيسموا المعدة بيت الدق طبعا المعدة اساس كل حاجة حمض المعدة باز يبقى البكتيريا هتنزل الامعاء هيحصل لي ارتشح امعاء البكتيريا بازت اللي هي البكتيريا النفع مش هيحصل لي هضم فانت بتصرب اكل لان جدار المعدة كده والدم كده مفيش بينهم غير غشاء المعدة بس فالبكتيريا لازم تكمل هضم واتدخل الحاجات الصغيرة في الدم عشان ما يحصليش حساسية مايجيش المناعة بتاعتي تهجم الاكل انت بتلاقي ناس عندها حساسية من المكسرات مش المفروض ده يحصل جهاز الهضمي جهاز مقفول من اول هنا للمريء للمعدة للامعاء للمستقيم كل الخروج كل حاجة في المعدة لازم تبقى صح عشان كده بقول لاي سيت بتتفرج علي بلاش تاخدي ادوية حمودة خالص وانت مش عارفة انت عندك حمض المعدة زيادة ولا نقص ولو اضطرت لها لازم تلجأ الاول لطبيق لازم دكتور كل ده بالنسبة للسترس وعواقه اضطرنا هورمونات نخش على الفيتامينز مهم جدا ان كل ست جميع الاعمار محتاجه فيتامينات ومعادن تخش جسمها يوميا من اهم الفيتامينز اللي اي ست محتاجها اول حاجة بايتامين دي من اهم الفيتامينز اللي تقينها من الامراض وتقينها من السرطنات تاني حاجة عايزها فيتامين سي كيفية فيتامين سي طبعا موجود بوفرة في المنتج يتكلم عنو اللي هو ألب مالتي فيت برشحه لكل ستة بتتفرج علينا لأنه مليان فيتامينات ومعادن هتحتاجها يومياً الأكل مش كفاية خالص فيتامين سي مهم للمناعة بتاعتها مهم لبشرتها مهم لجلدها طبعاً بنصح أنه ما فيش ستات تسيب نفسها للتخن لازم تفضل رفيعها ده مهم أون فيتامين سي بيعزز لي كولوجين فهبتبقى وشها كويس وكل حاجة طيب فيه أيه كمان فيتامين إي مهم جداً لتنشيط الدورة الدموية فيتامين إي موجود داخل ألب مالتي فيت مهم جداً لتنشيط الدورة الدموية فهيحسن لها الدورة الدموية وهيحسن لها التبويض بشكل ما عندي كمان داخل ألب مالتي فيتامين بي كل عائلة فيتامين بي موجودة داخل ألب مالتي فيت زي أهم حاجة في الفيتامين فيتامين بي 12 فيتامين بي 12 هو اللي بيصنع لي كرات الدم الحمرة يبقى أنا كده همنع الأنميا لأن إحنا كستات بيجلنا أنميا أكتر من رجالة بيجلنا فقر دم أكتر من رجالة فلازم نعزز الحديد طبعا الحديد مش هيبقى موجود في في الآل في مالتي فيت لأن الحديد ما ينفعش أخده ديليوز لازم الأول أتأكد من مخزون الحديد عندي والهيموجوبين من خلال تحليل ما لازم يتعمل تحليل مخزون الحديد أنا لسا عاملة مبارح على فكرة مهم جدا عشان صحة المرأة تاخد بالها من فقرة الدم الأنميا فلازم تعمل مخزون حديد على الأقل لست شهور كل ست شهور مرة على الأقل فيتامين سي موجود داخل مهم لها فيتامين إي مهم فيتامين بي كومبليك زي ما قلت فيتامين بي 12 مهم لها جدا الفوليك أسد يمكن الست البنت اللي بتفكر تحمل لازم تبتدي تاخد فوليك أسد هايقولي اللي بيزود من الخصوبة يعني لا الفوليك أسد هو اللي بيبني الخلايا العصبية للجنين من غير فوليك أسد هيحصل تشوات في الأجنة فلازم الدكتور الدكتور اللي هي ماشية معاه بيديها فوليك أسد هتقولي طيب هل ألب مالتي فيت كفاية ليا أنا كحامل فهقول لها أي ستة حامل انت بتراجعي لطبيب بتاعك لأنك انت ممكن تكوني محتاجة نسبة أعلى في الفوليك أسد عندك كمان البيوتين برضو من أحد أنواع فيتامين بي كومبليكس موجود بوفرة داخل ألب مالتي فيت مهم جدا لستات البيوتين عشان صحة شعرها يمكن استاتات كتير تلاقي شعرها بيقع تلاقي شعرها مقصف محتاجة عندنا نقصف البيوتين هي محتاجة بيوتين هتاخده من ألب مالتي فيت ومالوش ثمية في الجسم لأن كل الفيتامين زي بكلم عنها ووتر صوليبل الأكساس بينزل في البول ما بتخزنش في الخلايا فأنا عندي البيوتين عندي الزينك مهم جدا لشعرها وللمناعة عندي نحاس يقول ليه هو النحاس مهم النحاس معدن مهم جدا أنه يشتغل النحاس بيشتغل مع الزينك الاتنين موجودين داخل ألب مالتي فيت مهم جدا للمناعة ومهم للون الشعر بتلاقي ساعات البنات كتير شعرها بيشيب بدري بتلاقي شعرها أبيض في سنة العشرينيات فمهم تمشي على ألب مالتي فيت لأنه بيقدر يمنع شيب الشعر المبكر عندي داخل مالتي فيت ألب مالتي فيت الكالسيوم يقول لي الكالسيوم مهم الكالسيوم مهم جدا عشان أبني عظمي صح وأحمي من هشاشة العظم لكن الكالسيوم مش هشتغل من غير فيتامين دي عشان تاخدي ألب مالتي فيتامين مالتي فيتامين الألب تتأكد الأول من مستوى فيتامين دي عشان فيتامين دي هو هو بيكون مكتوب اظن النسبة قد ايه في كل حاجة مش كده برضو موجود النسب كلها موجودة داخل الف مالتي فيت وطبعا مالتي فيت واخد هيئة السلام الغذائية فآمن جدا آمن جدا للحوامل ولكن بنصح الحوامل يمكن تحتاج يود كمان اليود مش انا بحب اليود اخده كسابليمنت كاكل الاكل مهمة قوي ستة تاخد بالها من اليود يعني تسحى منهم كده ناردة هجيب اليود منين اليود مهم جدا عشان يغضر هو موجود في اي اكلات السيويد العشام البحرية مليانة يود مليانة يود الاكل البحري مليان يود مهم القوميجا الدهون الصحية يعني انا مش مع اللو فات دايت اطلاقا بالعكس الجسم عايز دهون بس تبقى دهون صحية انا مع الزيوت اللي بتتأكسد لكن الدهون انا مش مع مفيش حاجة محبش يقولي الو فات دايت يعني يدي الواحد انطباع ان احنا مش مجرد بنتكلم على مالتي بايتامين قد ما بنتكلم على مالتي بايتامين ومكمل غزائي كمان طبعا مالتي بايتامين يعني ده تصنيفه مكمل غزائي مكمل غزائي ده بيكمل الاكل ويمكن في عالم لونيس باولينج ده عالم دكتور كبير في الكيميا هو ماد دلوقتي الكلام ده زمان واخد جايزتين نوبل في علم الكيميا قال كلمة جامدة جدا وحتى اي حد بتفرج عليه يكتب لونيس باولينج ويعمل سيرش على بوجل فبيقول لأي حد عايش لو توصلت للمعدن او الفيتامين اللي نقص عندك هتقي نفسك من جميع الامراض مهم كل يوم ان احنا ناخد فيتامينات ومعادن عشان نلقي نفسنا من حاجات كتير احنا فعلا في غنى عنها بس بنسب نكون رجعنا فيها للطبيب مش كده برضو لا يعني مثلا لان في ناس بتفرط يا دكتور لا 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 موضوع تعرفها بلبعت المالتي فيتامين في ناس بتتعلم مع عالمية آمنة كده كده لا لا دي خطر جدا عندك فيتامينات اللي هي قبلة للدهن او قبلة للدوابان في الدهن دي خطر جدا لو زادت بتعمل سمية زي فيتامين كي زي فيتامين دي دول خطر جدا ان انا اخدوا عمال على بطال فيتامين سي احنا حاطينه داخل 1500 ميلي جرام احنا مفهوض ناخد واحد جرام فعلى اساس ان احنا اعتمدنا على الاكل الصحي كمان فيتامين سي نقدر ناخده من البرتقان من الطماطم الكيوي مليان فيتامين سي برتقان طماطم جريب فروت لمون والكيوي مليان فيتامين سي لكن مش هتلاقي إن كنت بتاخد بالقطر الكافي فكملنا بالأكل كملنا بالقلب مولتي فيت إن قريدي تقدر تكمل الجسم محتاجه من فيتامين سي بالخمسمائة ميلي جرام مثلا عندك فيتامين بي كومبليكس ملوش سمية في الجسم بينزل إنت الفيتامينات يا إما بتتكسر وتتخزن في الخلاقية يا إما الزيادة منها بينزل في البول فيتامين سي فيتامين بي كومبليكس ملوش سمية الزينك مهمة جدا للستات الكالسيوم زي ما أنا قلت البيوتين كل الحاجات دي أنت تقريبا ما قلتش حاجة مش مهمة للستات حتى الشعر والبشرة وأعتقد دي حتكون من أكتر عناصر الجذب اللي تخلي سيداتي يعني الحلقة جاية معك يا كريم هتكلم على صحة الشعر لأن كتير جدا عندي على السوشيال ميديا من السيتات كلمين على الشعر يا دكتورة دينا كلمين على الشعر بتهتمي مثلا بشعرك إزاي لأنه بيفتكروين للمركبة مثلا فهتكلم الحلقة الجاية عن صحة الشعر وزي إحنا بنعامل الشعر بتاعنا الطريقة غير أدمية يعني كلها خلايا صحية والأكل اللي هينفع والسبليمت كمان اللي هينفع مركزة كده مع السيدات وهملانا نحن خالب ملناش حلقة معاك حلقة كمان هتكلم عن صحة الرجل برضو عايزين نحفز على بشرتنا وعلى خارنا أخلي بالك ألف مالتي فيت مهم جدا للرجالة فعلا ولو ما فيش وقت النهاردة هتكلم قد إيه مهم لكل رجل يمشي على القلب مالتي فيت هيلقي مناعته عالية كويسة جدا هيلقي إن هو ما بيجلوش أمرات كتير يعني إنت عندك مشكلة إن اللي بيخش مثلا دور برد بعديها بشهرين داخل دور برد هو ده مش صح المفروض إن البرد يجي مرتين في السنة إنك إنت تدخل من برد لإنت كده عندك مشكلة في المناعة فمهم إنك إنت تمشي بقول حاجة للرجل تمشي على مالتي فيت عشان تزبط منعتك وتزبط صحتك لأن الرجل محتاج جدا زنك لحاجات كتيرة جدا في حياته محتاج لفايتمين سي محتاج لفايتمين إي لأنه بيساعد على عدم تصلب الشرايين فطبعا الرجال كتير جدا لازم تستخدم وإحنا كنا كده كده بتادينا الفقرة دي وقلنا إنها موجهة النهاردة بشكل خاص للسيدان بس إن شاء الله إحنا دورنا جاي يا حضرات متقلقوش أنا بشكرك بسورة دي ومساودنا واركينا وقفتينك العادة بوجودك معنا النهاردة إن شاء الله نشوفك على خير في حلقات جاية إن شاء الله مرسي لك يا كريم نحن بنشكركم ونشكر طبعا كل حضراتكم وعلى متابعتكم لحلقتنا إن شاء الله نشوفكم في يوم جديد وحلقة جديدة وعشر الصبح في الأهلي صباح الفول عليكم اشتركوا في القناة